أنا واحد من الأشخاص اللي عندي أكثر من قرض ودعاني من هذه المشكلة أنا زي ما معي مصاري بيوم أنا ليش بدي أخد فائدة؟ أنا ما ندون شي مديوني أزيد الدين دين للأسف مثل ما حكا زميلي صح ما حيساعد أبدا مطول ما في حروب والدينية كل مولعة في خطوة متوقعة بعد موجة التضخم قرر البنك المركزي السويدي خفض سعر الفائدة بنسبة صفر فاصلة خمسة وعشرين بالمائة لتصل إلى ثلاثة فاصلة خمسين بالمائة اليوم نحن هنا في مال مولي نستطلع أراء الشارع السويدي حول هذا الموضوع كل شي يعني يسهل المشكلات اللي دعاني من هل المواطن وخصوصا اللي عنده قروض أنا واحد من الأشخاص اللي عندي أكثر من قرض ودعاني من هذه المشكلة يعني تقريبا صلي سنتين أدفع 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 وبعدين بعد السنتين أشوف أنه نفس المبلغ وأنا كنت بس أدفع الفائدة فممكن يساعد هذا بحل المشكلة يعني تخفيض سعر الفائدة اليوم خبر حلو جدا حلو جدا حلو يعني أغلب الناس راح تفرح بهذا الشي يوم تم خفض نسبة سعر فائدة من قبل البنك المركزي السويدي برأيكم هذا الشي بساعد بانتعاش الاقتصاد شوي بعد موجودة التضخم اللي صارت؟ هلا هو بساعد بس لازم يكون فيه أول شي يزيد الدخل لحتى ما عاد يفرق معنا الفائدة أكيد منتمنى أن يساعد على هالشي مش هان يساعد على التطور البلاد نفس الوقت بساعد بانتعاش سوء البيع والشراء؟ أمكيد بس هو المشكلة مو بالفائدة المشكلة يزيكون كوي دخل إذا كان فيه دخل الواحد ما عاد عم يدور على الفائدة بس إذا ما فيه دخل الواحد فما بقدر فالتضخم الواحد لازم يكون على الراتب بس يرفع الراتب بعدين منفكر مثل فائدة ما أنا إذا ما معي مصاري اليوم أنا ليش بدي أخد فائدة؟ أنا ما ندون شي مديوني أزيد الدين دين؟ للأسف متل ما حكا زميلي صح؟ ما حيساعد أبداً ما طول ما فيه حروب والدينية كلها مولعة والعالم كله صامت عن الحرب والمجازر ما حيتحسن شي بتحسن كل شي لما توقف الحروب ولما العالم سير تشتغل وتروح وتيجي هاي البواخر اللي عم تنضرب بالموانئ هاي كلها اقتصاد صح؟ طبعاً هذا الشي بيأثر يعني إيجابياً ونتمنى أنه يعني يستمر هاد الشي إن كان يعني كلياتنا احنا هنا يعني شعب واحد إن كان مهاجرين ولا سويديين يعني هذا شي ممتاز جداً ونتمنى إنه كمان ينزل أكتر شي ممتاز ممتاز يعني وإن شاء الله عتحسن هالبلد من بعد التضخم اللي صار يعني كتير العالم يعني بتعرف كتير عالم وقفت أشغالها أعمالها يعني اللي كان عنده فاستيوب صار كمان وقفوه فهاي مشكلة كبيرة فإن شاء الله ترجع يعني تنتعش البلد وتصير أحسن وأحسن إن شاء الله شادي فرح الكمبس مالمور